موسيقى رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني لاستخدامة اراضي الدولة وجهاز تنمية التجارة الداخلية موسيقى رئيس الوزراء يشدد على التطبيق الصارم للاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا موسيقى رئيس اركاني حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين نصر ثمانية عشر موسيقى موجز لهم اخر الاخبار من تلفزيون النهر اهلا بكم شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة وجهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بمقر رئاسة الوزراء بشأن تقديم الجهاز لمخططاته التنموية الى المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالح الجهاز ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتصدي الانتشار الفيروس مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الاجراءات لانصارم في مختلف مواقع العمل والانتاج ومحذرا في الوقت نفسه من ان الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي اضربت عدة دول حول العالم اكثر انتشارا وخطورة من سابقتها في سياق متوصل استعرضت الدكتورة هلازايد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية وكذلك على المستوى العالمي واشارت وزيرة الصحة ان نسبة الوفيات بين الذكور اعلى منها بين الاناثة وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية كما نوهت الوزيرة في سياق استعراضها الى تحذيرات منظمة الصحة العالمية لكون كورونا فيروسا خطيرا يهاجم جميع اجهزة الجسم ويوجد اعداد كبيرة ممن تمت اصابتهم يعانون من اثار طويلة المدى بسبب هذا الفيروس وفي سياق متوصل اعلنت زايد ان وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير 500 الف جرع من لقاح الانفلوانزا رباع التكافؤ وذلك لتطعيم الفرق الطبية بالمنشآت الصحية وكذلك الفيات عالية الخطورة والمسافرين شهد الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع تكتيكي بجنود ذو جانبين النصر الثمانية عشر الذي تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية والذي يأتي في طريق خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية استمرت فعاليات التدريب الجوي المشترك نصور النيل واحد بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصعق المصرية والسودانية والذي ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكن للعناصر المشاركة بما ينعكس على جهزية القوات الجوية لكل البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وعلى الصعيد الأفريقية شارك وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكاني في الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسية بمشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة تبلغ 2115 ميجاوات بدولة تنزانيا وقد أكد الجزار بأن الحكومة المصرية تضع نجاح هذا المشروع على أجندة أولوياتها مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لمراحل تنفيذه وتكليف مستمر منه بالالتزام بالشروط التعاقدية المشروعة أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجيات اليوم عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الأمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص وإذ تتقدم مصر حكومة وشعبا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعزيها في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتشدد مصر مجددا على استنكارها الكامل لتلك الممارسات العدوانية الآثمة دعية كافة الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تعلم صالحه الوطنية كما تؤكد مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولحمته الوطنية كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء